تقدمت 11175 مواطنة على برنامج دعم نقل المرأة العاملة وصول والهادف إلى دعم العاملات في القطاع الخاص وبين المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أب الخيل أن البرنامج جاءت كأحدى الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل من حل تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذيجودة وسلامة عاليتين مشيرا البرنامج اشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامل للتأمينات الاجتماعية وأفاد هدف بينه يتحمل 80% من تكلفة كل رحلة ولا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة فالدعم مقدم من صندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة